فمع منزلة السماع من منازل إياك نعبد وإياك نستعلم نتحدث الليلة بحول الله عز وجل عن منزلة السماع والسماع له معنيان سماع رباني رحماني وهذا موضوع حديثنا وسماع شيطاني لا علاقة له بديننا فليس مجال حديثنا وإنما الذي نعرج عليه من السماع الشيطاني التعريف العام لأنه لا بد للإنسان أن يعرف الشر مخافة أن يلحقه وقد اعتبر المحققون السماع رتبة ودرجة ومنزلة من منازل السائرين إلى الله عز وجل ولا شك أن الذين تحدثوا عن السماع في طريق السلوك إلى الله سبحانه وتعالى إنما تحدثوا عنه باعتباره مغذياً وروحياً للسائر إذ يقصد عبادة ربه سبحانه وتعالى فأي سماع هذا الذي يغذي الروح ويرفع معنوية الإيمان ويملأ القلب شوقاً إلى الله عز وجل في سير العبد إليه سبحانه وتعالى لا يكون طبعاً هذا السماع بهذا المعنى إلا عبادة وقد أخذوا ذلك من قوله عز وجل وقالوا سمعنا وأطعنا كما أخذوه أيضاً من قوله سبحانه وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الآية ومن هاهنا يمكن أن نتحدث عن السماع من خلال شقين أو بعدين في معناه التعبدي السلوكي التربوي وأما السماع الآخر الذي يبعد عن الله فمثل قوله سبحانه وإذا مروا باللغو مروا كراماً وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه أيضاً فكل لغو إذا سمع أدى بصاحبه إلى الركود والفتور في طريق العبادة والتعلق بغير ما يرضي الله عز وجل كل سماع هذا شأنه فشره أكثر من خيره شره أكثر من خيره قل فيهما إسم كبير ومنافع للناس وإسمهما أكبر من نفعهما كما قال الله عز وجل في حق الخمر والميسير لكن لنبدأ إذن بالذي ينبغي للمؤمن أن يدخله في هذا المعنى معنى السماع السماع الأول الذي ذكره الله عز وجل في أواخر سورة البقرة مما أشرنا قبل وقالوا سمعنا وأطعنا له رتبة تعبدية وله دلالة عظيمة في الدين والسماع الآخر الذي ذكر في السماع والاستماع أو بمعنى الاستماع والإنصات للقرآن الكريم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا له رتبة أخرى وبعد آخر في المجال التعبد وله أثر عجيب أيضا في المجال التربوي وكلاهما يصب في نهاية المطاف في بحر واحد بحر الحب لله وفي الله فأما الأول وقالوا سمعنا وأطعنا فالسماع هنا يقوم أساسا على معنى التسليم لله الواحد القهار ويقوم على معنى نفي الاعتراض على الله وهذا عجيب من أعجبي ومن ألطف المعاني التي ينبغي للمؤمن أن يحصلها إن كان من المحبين فعلا عدم الاعتراض ما هو الاعتراض الاعتراض لما يوقع أو الذي يوقع في اللهجة العامية نفهموه بنتنا لكي نفهموه في الصياق القرآن وهذا المعنى التي تقول نعم ولكن هناك شخص يطلب منك تقضي له شيئا وأنت بغي تقضيها ولكن بالطريقة التي تبغي أنت ليس بالطريقة التي يبغي هو تقول له نعم ولكن إيه ولكن كذا وكذا وكذا فتعتارد وتستدريك المعنى ديان هذا أنك ما عندكش مطابقة قصدية بين مراده ومرادك يعني كين تفهم عن بينك وبينه كي يطلب منك واحدة مصلحة بنادم بينك وبينه علاقة اجتماعية معينة صداقة مصاهرة أخوة اجتماعية إلى آخره دموية كي يطلب منك تقضي له واحدة مصلحة كي تقول له إيه واخر غادي نقضيها ولكن كي تبدأ تشرط بكذا وكذا بش تقضيها أنت على هواك بش تلي نسبك بينك وبين البشار نعم تعتارد وتستدريك يعني أن تمام الموافقة والتطابق بين الإرادتين إرادة ديلك وإرادة ديلك تمام ديال التطابق ما كيش كين تقارب تقرب منه وهو قرب منه تفهمين شوية فتستدريك عليه بذلك الفارق وتسجل نوعا من الخلاف بينك وبينه أما من لك يطلب منك تقضي الحاجة وتقول له لا فاخترا هذا كلم أخر هذا ما بينتكم اشتقروا بينتكم التضاد والتنافر تقول له لا ولذلك الكفار اليهود بني إسرائيل اشقالوا لله عز وزيلي حينما حدث موسى قالوا سمعنا وعاصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بي سما يامركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وقالوا سمعنا وعاصينا فإذا كين رفض إذهب أنت واربك فقاتل إنها هنا قاعد ما كينش حتى تقارب كين تناقض وتنافر ولكن الله عز وجل كان يربي الصحابة الكرام على عينه ووحيه سبحانه حينما أنزل قوله عز وجل في أواخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لما نزلت هذه الآية ساقل أمرها على الصحابة الكرام لأنهما فهموا واحد المعنى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم هذا جواب الشرط وجواب الشرط يعطي اللزوم بمعنى اللي يفكر في شيء حاجة في مخه سواء قالها ولا ما قالهاش لازم بحسب الله تعالى لها هذا المعنى الظاهر دي العبارة أو الدلالة العبارية للآية كما يقول علماء أصول الفقهي الدلالة العبارية العبارة الحرفية كتطيع هذا المعنى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه كما درت يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير دل هذا دلالة واضحة عبارية ظاهرة على أن الله قد يعذب الإنسان بما يجول في خاطره من أفكار وهواجس وخواطر مما لا يرضي الله عز وجل هذه الدلالة ظاهرة دي العين يشكون فينا اللي يقدر يقول أنا عمر الوساويس الشيطانية مدد في خاطره توحى إنما ابن دم لما يلقي له الشيطان في الدين دياله في القلب دياله الشر لما من يقول لا عذب الله وما يخليهاش تخرج لا بالقول ولا بالفعل أما أنه يحارب الخواطر الشيطانية أن تقع بقلبه فهو مستحيل ما يمكنش ومن زعم ذلك فهو كذلك غير ممكن إذن هذا مشكل الصحابة فزعوا وجول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنهم كأنهم بغوا يقولوا له ولكن نوع من الاستدراك يعني يا رسول الله احنا بغينا انتبقوا ولكن ولكن هذه رهها صعبة فقال النبي فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا سمعنا وأطعنا ردوا البان عنده وقع لكم بحال بني إسرائيل يكهدي قالها الله قالها الله السمع والطاع أربي كريم سبحانه وتعال فهذه لطيفة من اللطائفين شنو المعنى ديالها وهو أن اللي يجي من عند الله مقتضى العبودي الحق لدى العبد انه يقول مرحبا بي هذه الرتبة الأولى من مراتب السماء شيء لطيف جدا قالوا سمعنا وأطعنا حاشا واش نكون احنا بحال بني إسرائيل اللي قالوا سمعنا وعاصينا فنزل قوله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول وآمن المؤمنون بهذا الذي نزل وبمثله آمنوا به تلقوه بالإيمان بسمع الطاع وقالوا سمعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ها هي فرجت اتخفت فخفف الله بعدم التكليف إلا بما يطاق من بعد ما خضع العباد خضوع تعبد وخنوع وخشوع وقبول لأمر الله الكوني القدري وأمره التكليف التشريعي ومعتارض أحد وقالوا سمعنا وأطعنا هذا مستوى الراقي للعبد لبي يسمى عبدا لله الواحد القهار فعلا لا يعترض على ربه بإطلاق ولا يستدرك لأن الله عليم بك وبي وبكل مسلم وبكل الناس وعليم بإمكاناتك وعليم بضعفك فلن يكلفك إلا ما تطيق فأبدي إذن تقواك ووراك وأبدي قبولك لأمر الله ورضاك رضاك به ربا كما في الحديث رضيت بالله ربا الرضا التام المطلق واتلق الفرع المؤمن الخاشع الخاضع لكل ما جاء من عند الله الواحد القهار هذا جمال الدين وهذا جمال الدين يعني جمال العلاقة الرابطة بين العبد وبين الرب سبحانه وهناك يتجل الجمال حقا لأنه يقوم على المحبة الصادقة الحق والمحب حقا وصدقا لا يعترض على محبوبه ولا يستدركه ولله المثل العلام ولا مشحة في المثال اللي بينكو بينه في المثال البشري علاقة دي المحبة كبيرة كما تكون بين الابن وأبيه أو والدته بعض الأحيان الآب كيكون شباني عيان كيقدر يأمر لابن ديالو بشي أوامير محريجة متعبة في البر أنه كيطبق ويطبق بشكل اللي قدر عليه والإحسان ودير هكذا زين له خطر لا تستدرك عليه فذلك من تمام بر الوالدين إحساناً إليه هذا كيوقع لما تكون واحد المحبة لدى الابن لوالده أو لوالدته في واحد مرتبة عالية ما كيقدر يسمع الوالدين مشيلا اللي رأى العسيان تمرد ما كيقدر يسمع لهم شيء كلمة ليشم فيها الرحة ديال التصحيح والاستدرك من باب المحبة ومن باب الطاعة وهم أمران متكاملان لا طاعة على الحقيقة إلا بالمحبة ولله المثل الأعلى علاقة العبد بربه أرقى وأعلى أرقى وأعلى والنبي صلى الله عليه وسلم كان كيمثل الصحابة في الرحمة رحمة الله تعالى كيمثل فيها برحمة الأم بوليدها لما رأى المرأة التي تنحني على الأطفال ترضع وتلقي موسديها للأطفال هذا وذاك قال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه المرأة بأطفالها أو كما قال عليه الصلاة والسلام من باب التعليم والبيان وإلا فلا مجال للمقارنة ولا للقياس ولا للتمثيل إطلاقا لا مجال ولكن نحن نضعف أقول نضعف أذن لنا بمثل هذا حتى نفهم ونقارب ونقتري وإلا فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وإنه لظلم للسيف أن يقال السيف أمضى من العصى يعني وبين فعل المخلوق وصفات المخلوق نعود إلى ما نحن فيه من قول فنذكر أن السمع والطاعة لله الواحد القهار تمام السمع والطاعة لقتضياني تمام التسليم تمام التسليم ما كان تكلموش على الله هذه ديال الخرم نتحدث على الاستدراك ولذلك كورها أن يشكو الإنسان ما رضه للناس يقول خبارك فلان تقول الدعيان بيهنى وفي يد ظهر وفي يادي وفي يادي لما تشكي وتشتكي إلى من وتشكو بمن أليس الله الذي قد أصابك بما أصابك به من بلاء فتشكو إلى المخلوق فعل الخالق انت مش عارف فعلا ولكن راه فيه ذاك المعنى ديال نعم الاستدراك وإنما تشكو واشتكي إلى ربك ما ألم بك من باب الدعاء تشكو إليه سبحانه وتعالى ما ألم بك تشكو إليه ضعفك وما أصابك من باب الدعاء ومن باب الرجاء ومن باب الاستزادة في الرحمة وتبديل الرحمة برحمة لأن المرض عفنا الله وإياكم لا يكون إلا رحمة فترجوه أن يغير الرحمة برحمة سبحانه وتعالى ويغير لطفه بلطفه وتفر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتفر من قدره إلى قدره نفر من قدر الله إلى قدر الله وأنت دائما تحت أمر الله تكون إذن سامعا ومستمعا ومطيعا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يعني في نهاية المطاف الدنيا ما تساوي في نهاية المطاف ما يقع فيها هذه الليامات هذه الإعلام يبدأ يسمعون وأخي تحضير رأسك يقولون أنه يريد أن نسمع الأخبار أنه يجب الأدنياج فيها من خبار تحضير رأسك التي تتعيا كي يخرب يعني كثرة الأخبار حول حرارة الأرض كل مرة يجب الصيف يقولون أنه يدي الأرض تحرار 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 صحيح أنه ممكن يكون يوقع هذا الشيء بناء على فساد الإنسان وهذا ما يقولون أنه تحتى علماء الغرب يقولون أنه يدي المعامل والكيمويات يحروا المياه يقولون المعارك التي يمكن أن تكون في المستقبل بناء على هذه الإحصائية التي يدرون هي معارك حول المياه ولذلك الجفاف يزحفوا نحو الأراضي والتصحور يأكلوا المناطق الفلاحية والعياذ بالله ثم أيضا درجة الحرارة ستزيد ومستوى علو المياه في البحر يزيد لأن طبقات السلجية في القطبين الجنوب والشمالي غدين في الذوبان واخذك الشيقليل ولكن مع السنوات كيف يبال تانى مشكلة إلى سخنة الأرض يعني ما فقت برسي حتى قلتها مشكلة وفعلا مشكلة إلى سخنة الأرض طيب وهي سخنة بعدين ما هيوقع هيموت الناس لا يرحمنا يعني التأثير فعلا لإعلام بعض الأحيان أن اليوم أغضاء اليوم أغضاء الوحد يخليه ويرفد ويرفد وحد لهم ما رفدوا ليش الله تعالى سمعوا الطاعة فلا رضى لإذنه وإلا مياذن يحسبوا حتى أريس الله بقادير سبحانه وبقادر سبحانه أن يخرج عكس ما يعدون وعكس ما يحصون بلا بالزاف المرات الطبيب يصفت المريض يقول له سير تموت في الضار يمشي في الضار يصحح لأن المعطيات الحسابية الماد في الطبية قال له هذا مات ولكن الله قال له ما مات صف إذن عمر بنادم يسد الأفق دي الغيب لأن الغيب بيد الله عز وجل والمقصود من كلامنا هذا أن المؤمن عليه أن يسلم الأمر كله لله لأن اخرتها قاع رجوع شامل كامل إلى الله عز وجل وإليك المصير هذه النهاية دي الحياة المادية في الأرض وإليك المصير هذه العقيدة الممتازة في الدين وهي الرجوع إلى الله عز وجل بالموت عقيدة من أهم الفوائد في الدنيا الراحة النفسية من أهم الفوائد الإيمان المؤمن بالقضاء بالموت وباليوم الآخر من أهم الفوائد الدنيا وإليك نقول خلينا من الأخر وإليك هذا شيء آخر وأعظم وأحسن ولكن تكلمون الآن عن حساب الدنيا والذي يحسب به الآخرين أهم النتائج هذه العقيدة أن المؤمن عيش مرتاح وحينما تضعف عقيدته في اليوم الآخر وفي الموت وفي الحساب والعقاب يصاب بالاضطراب يقول لي بحل بحل يهد النصارى يصاب بالاضطراب النفسي والقلق الوجداني وليستطيع أن يعيش إلا بالأقراص ووجع الرأس والعياذ بالله هذه حياته وشقاؤهم وتمزقهم الاجتماعي بسبب الأنا التي انغرست في قلوبهم فتمزقوا فرضا فرضا الوهد عيش الرسل وأنتم ترون أن فهم الأسرة عندهم مات بسبب التنزق الاجتماعي الذي دمر الله به بلادهم وإذا أردنا أنه لك قريتنا مرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها التدمير من أشكال التدمير قلت هوا ما زالنا عودا من أشكال التدمير التدمير النفسي والتدمير الاجتماعي مش بالضرورة تشوف الزلازل وتشوف الأعاصر هناك تدمير آخر واقع الآن بين البلاد والعباد خاصة عند اليهود والنصار تدمير اجتماعي بلادهم العياذ بالله عندهم لقنط من يلقى لحبيب لقريب ولذلك تنس بالكلاب وبالقطط وبالحيوانات يدرؤ أصار من الوحوش بفقدان المعنى الإنساني فيما بينهم وبين أنفسهم أصل ذلك كله غياب الاعتقاد بالله حقا وباليوم الآخر صدقا عقيدة الإسلامية الإخوة الكرام له واحد النور عاجيب فضلها في الدنيا ظاهر واضح وفضلها في الآخرة عقيدة عقيدة نؤمن بها يعني الفضل ديالها في الدنيا نحن نتصرف فيه دابة دابة نحن عايشين به والفضل ديالها في الآخرة نعتقده ونؤمن به غيبا هذا هو اللي يخلي المؤمن يقول سمعنا وآطعنا لكل ما شهاد العقيدة ما يقدرش يقول سمعنا وآطعنا لماذا؟ إن تكون الدنيا عزيزة له أحسن أحواله لا قال سمعنا يقول ولكن ولكن كي يقول سمعنا وآطعنا لأنه عارف ما عنده ما يخسر في الدنيا ما عنده ما يخسر الكل لله وإليه المصير وإنما الخسارة الحقة والعياذ بالله من خسر أخراه نسأل الله السلامة والعافية فهذا انقلنا منزلة السماع هذا المنزلة بالمعنى الشرع ديالها الحق والسماع الحق حينما تسمع من تمام الطاعة وكمال الاستجابة لله الواحد حينما تسمع وقالوا سمعنا وآطعنا فإذا سمعت حقا اهتديت لسمع اهتدى كما قال الله عز وجل قلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا العقيدة الإسلامية اخدوها في سماع إنا سمعنا سمعوا فلما كانت الآذان لها قابلية للأخذ وللإصغاء انطبع المسموع في القلب وصار عقيدة حية عند الجن كما عند الإنس ممن سامع حقا فإذن السماع إن كان حقيقيا كان سبيلا إلى الهدى والتقى والطاعة الكاملة بإذن الله التام وقالوا سمعنا وأطعنا وإن لم يكن هذا السماع كاملا كانت الطاعة ناقصة وإن لم يكن سماعنا البتة لم تكن الطاعة البتة ومن هنائذ كانت منزلة السماع لمن أراد أن يكتسبها وهي من المكاسب كانت رتبة إنما تتحقق لدى العبد بتحقيق ثقته بالله أولا الثقة بالله وفي الله أولا لنتعلم أن نثق بربنا إذ يحدثنا ويكلمنا سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم باللفظ ومن خلال السنة النبوية بالرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كتحصل تقد العبد بربه فإنه إذا استمع إلى القرآن وجد أن الله عز وجل يكلمه ويناجيه وهذا هو المعنى الثاني الذي نريد أن نخلص إليه من معاني السماع في منزلة السماع وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الاستماع إلى القرآن بغض النظر عن تدبره غيث ما القرآن الكريم له آثر عجيب آثر عجيب غريب أولا قبل أن نتحدث عن هذه الآثر لنلحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أرتب لقارئ القرآن عن كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام مم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وكان أيضا في حديث عائشة الذي قرأوا القرآن يتعتع فيه وهو عليه الشاق وهو عليه الشاق كان له أجران أجر على القراءة حالوا بحال هذا لكل حرفين أجرون وأجر آخر على المشقة والتعب الذي يجده في قراءة ما لا يحسن وفي جميع الأحوال لولو التاني ليس مقصودا بترتيب الأجر ها هنا بالقصد الأول ما يقع من تدبر للمعنى المقصود أساسا هو التلاوة بالقصد الأول والمعنى جيهنا بالدرجة التانية وكي المواضع لكي يكون المعنى مطلوب بالدرجة الأولى والتلاوة بالدرجة التانية ولكن هذه تلاوة تلاوة قراءة مما دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة الحديث عندنا الغراض بجوج كلمات يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم فالتلاوة هي مجرد نطق بأحرف القرآن وكلمات القرآن والمدارسة هي استخبار القرآن من تعلم لعلمه والتدبر لأمره ونهيه بل كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون إذن التلاوة مجرد التلاوة النطق بألفاظ القرآن وبكلمات القرآن والاستماع والإنصات إلى كلمات القرآن من حيث هي كلمات بغض النظر على المعنى هذا أمر تعبدي مأجور عليه ومن هنا خالف القرآن السنة هناك إنخلاف بين القرآن والسنة فهذا الكلام ما كينشي في الحديث ولم يرد أنه تقرأ الحديث عندك بكل حرف حسن لا القرآن بكل حرف حسن لماذا؟ باين لأن القرآن كلام الله لفظا لفظا ومعنى معنى أما الحديث فهو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لفظا إن صح اللفظه إنك يقدر يصح المعنى وما يصح اللفظ وقد أجيز رواية الحديث بالمعنى من زمان الصحابة رضي الله عنه وهو ثابت في الصح ما عندكش ضمانة قاطعة أن هذا الكلام حرفيا في الحديث الصحيح هتحدث حديث الصحيح ما عندكش ضمانة دي المئة في المئة أن الحديث الصحيح بهذا الألفاظ قالوا النبي صاصل ولذلك قال العراقي في ألفيته وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر القطعة والمعتمد يعني يقصدون بقولهم حديث صحيح يعني ظاهره يعني تسعود وتسعين في المئة كذب قدك واحد في المئة ديال نقل الحديث بالمعنى وحتى ولو نقلا باللفظ على سبيل التواتر فلا يترتب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجري ما يترتب في كتاب الله يعني نذاكره كلام الله كلام رب الكون هو وحده دون سوى يقرأوا في الصلاة ما كان نصليه شيء بالحديث نصليه بالقرآن وتأملوا واحد الحكم فقهي عجيب هنا إجماع العلماء إجماعا تاما شاملا على أن صلاة المصلي لا تجزئه إلا بقراءة صورة الفاتيح وهذا طبعا هو إجماع على الحديث صحيح كيعطي متانا للحكم الشرعي فين النازلة عندنا اللي يبغينا نجبدو من هالمانا افرض أن عاجميا نصراني كان من قبل أسلم فرنساوي ولا انجليزي ولا امريكاني ولا ياباني ما يعرف العربية ولكن ما وحده نبارك اللي وصلته ديال الإسلام وصلته بلغته ومع ذلك اهتدى ومثل هذا موجود معروف وخصو يصلي بالسيف عليه خصو يحفظ صورة الفاتيح يضبر معاه على الأقل صورة الفاتيح صو يحفظها طيب حينما يقرأ القرآن من خلال صورة الفاتيح يعني يقرأ صورة الفاتيح ألا يترتب له هو أيضا بكل حرفين حسنة فل تهوى عنده كل حرف حسنة والمعنى ما سيقلوا خبر إذن مني نجاح الأجر من الكلمات من الصياغ من اللغة القرآنية من الأحرف المباركة التي نطق الله بها عز وجل من قبل من كلام الله إذن كلام الله عز وجل فيه باركة في ألفاظه بغض النظر على المعنى المعنى مقطوع به هذا ما كانت تكلموش عليه نحن نريد أن نحققه هذا المبدأ بعدها أن الألفاظ القرآنية لا باركة خاصة نور رباني كريم نزيد ونأكدوا هذه المعنى ببعض الملاحظات غير تأملها وحدة وحدة نخلصون النتيجة ذات السامع ما هو صحابي الذي قرأ صورة الفاتيحة على هذا اللذيغ نحكينا مرة أخرى القصة الصحابة الذين كانوا مصافرين وغادين في الصحراء وطلبوا الضيافة لدى بعض الأعراب في وحدين دير الخيام ديرهم في البدية ونزلوا عليهم ذلك الصحابة قالوا لهم ضياف الله ما بغوش يضيفوهم فأبوا أن يضيفوهم شاءوا الصحابة نزلوا قريب منهم في مكان آخر ما قلسوش معهم شوية الله عز وجل صلطوا واحد الحية عفا الله وإياكم على شيخ القبيلة ديالدوك الأعراب عضة الحية فجاء أهل القبيلة إلى الصحابة ينادي مناديهم ويقول هل فيكم من راق واش كينش وعد فيكم منك يعالج احد الصحابة من بين الصحابة قال له من ناضم شال عند شيخ القبيلة ووضع يده على مكان الندغي وقرأ عليه صورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصورة فشوف يا بإذن الله شنو النتائج اللي عندنا أولا هذك الأعرابي كافر ما صيق شيء واخبر الفاتحة هو كلام الله لم يشي كلام الله وقع من صوق هذا السوق هوا اثنين هو بالنسبة لي لأول مرة كيسمع ذلك الكلام إن سامعه لأنه وراء ملدغ ما يكون عنده الخاطر ديال السمع فمن سامع من بدن الأعرابي كلام الله سامع السم وسمع البدن والجلد والدم سمع كلام الله عز وجل ما الشي الجلود اللي هي كتنطق في الإنسان يوم القيامة أنطقنا الذي أنطق كل شيء بلى هي تنطق فكل شيء في الكون مأمور بأمر الله يتحرك بإذن الله يفعل بإذن الله وينتهي بنهي الله هذا السم يكفي أن يقول له الله عز وجل كما قال لنار إبراهيم كوني بردن وسلام على إبراهيم وتحبس ما بقيش تعود تزيد تخدم الطاقة اللي اعطاه ربي عز وجل بآثر القرآن بالألفاظ بالقراءة القرآن أمر آخر ألم يثبوت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة أن المولود أو الوليد لعزب يؤذن له في أذنه اليمنى وتقام له الصلاة في أذنه اليسرى بلى كي يسمع هذا الطفل في ذلك اللحظة كيف هم ما كيف همش إذن من يسمع أو بالأحرى ما يسمع من بدني ما هو آلم غيب فيذكر في أذنه اسم الله المخاطب هناك فطرته فطرة اللي ذكرها الله عز وجل بالمعنى وبالمفهوم في قوله سبحانه وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفوسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين بن أدم كل بن أدم شهد على نفسه بالوحدانية لله الواحد القهار وهم آنئذ في عالم الزر مازال مخلقهم الله تعالى في إجساد ولم يبعث بعد أرواحهم في أبدان بقين في الظهر ديال سيدنا آدم كما في الحديث الصحيح لما خرق الله آدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ساح سبحانه وتعالى كما شاء وبما شاء بلا تعطيل ولا تشبيه ما ساح ظهره بيده فسقطت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة بنت سيدنا آدم شافوا لد كلهم وهم في عالم الضر في عالم الغيب هذه الأناسي الذين كانوا في عالم الضر هم اللي خطبهم الله تعالى ألست بربكم وقالوا له بلع شهدنا قال لهم ربي وتعالى أردوا البلع يعني المعنى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل هيا مطبوع في الفطرة ديال كل مولود يجزد من كرشمو مطبوع في الفطرة دياله أنه يقول لا إله إلا الله مطبوع في الفطرة دياله من اللي كان في عالم الضر في البادان ديال آدم عليه السلام أول خليقة من الإنسان في التاريخ ولذلك نفهم بعض المعنى من قولي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فطرة اللي كانت مطبوع عليه من نهار الشهد وأقر بالشهادة في التخاطب الذي كان بينه وبين ربه هذه الفطرة هي اللي كتسمع القرآن في الإنسان حتى إلا ما سمعه في العقل والدهن والوعي كتسمع الفطرة اللي في الإنسان فطرة فهذا كان النصراني الإسلام أو الفرنسي الإسلام وما عارف العربية هو الوعي دياله ما سق الخبر لمعاني ولكن الفطرة دياله سقت الخبر فتجده أحيانا يبكي لسماع القرآن وهو لا يدري اللي معه قد قل له وسئل أحدهم في الديارة المصرية في القرن الماضي كان ينصدوا إلى القرآن وهو كافر أوروبي ما سلمش اسمع القرآن مجويدين يرطلوا القرآن ويجودوه فبكى تعجبوا قالوا له أو يبكيك ولا تؤمنوا به كنتبكي لقرآن تمام أمنش به قال لهم أبكاني الشجا يعني ذاك الصوت الحنين هذا الحزن قال له أدي قلبي حزن ما عارفش الشجا أبكاني الشجا يعني اسمع القرآن وجه البكاء يعني هو لا يدري لما ما عارفش ولو تدبر العليم فطرته التي جعلته يبكي إذ سمعت ماذا سمعت سمعت ما تعلم ليس شي شيء حاجة اللي رأي غريب عليها كنتسمع واحد الكلام كنتسمع له أدي هذا فايت سمعوا يعني في المعنى الآن فايت سمعوا أي فايت سمع كلام الله عز وجل من قبل حينما قال له لذلك النصراني ألستبر بكم وهو قال مع الناس بلأ قالوا بلأ شهدنا تهوى قال ما كيش لمقالاش ولذلك لا يكفر الكافر إلا عن جهود لو أنصت كل إنسان إلى فطرته لوجد نداء الفطرة في قلبه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنصات إذن والاستماع إلى القرآن الكريم له أثر غريب على النفس عجيب عجيب وهذه رتبة من رتب السماء ودرجة من منزلة السماء أن ينصت الإنسان وأن يستمع إلى القرآن وهو يتلى وهو يجود وهو يرتل وكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي منزل عليه القرآن يحب أن يسمعه من غيره قال له أو أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل قال له إني أحب أن أسمعه من غيره اسمحته هو أحب أن يسمعه القرآن هو شفاء ودواء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استمع إلى القرآن بكى عليه الصلاة والسلام والحديث لقد أوتي مزمارا من مزامر آل داود من ألطف الأحاديث في هذا المعنى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم دايز اسمع أبو موسى الإشعار يرطل القرآن ويجوده بتلحين لطيف من التلحين القرآنية الربعنية وعجبون النبي صلى الله عليه وسلم الأداء ديال أبو موسى الأشعار استمع وأنصط عليه الصلاة والسلام ثم لما كان في الغداء قل الصحابة لقد أوتي يحكي على أبو موسى لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود ومشيه ينفار للغطاء مزمار طلاقا المقصود بالمزامير هنا الأذكار والتلحين تعبدي والتراتيل التي كانت لدى داود من الزبور ومن الذكر الذي أوتيه داود فكان إذا رتل ترتيله اجتمعت عليه الطيور ورقت إليه الجبال كما بينا في اللقاءات السابقة يا جبال أوبي معه والطير شيء عجيب جدا فلذلك يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أبو موسى والصحابة والأمة بعد أن أبو موسى إذا رتل القرآن فإن الكائنات الأخرى هي أيضا تنصد كما كانت الطير والجبال تنصد لداود وهذا المناسبة لذكر الطير والجبال ليس عشوائية علش ربي عز وجل اختار الجبال والطيور من لطائف ذلك من لطائفه أن الطير هو من آرق المخلوقات عاطفة طير من آرق يعني حنين بزان في المخلوقات جمع المخلوقات كي تبغي ما تلقاش شي حد من المخلوقات كتر محنة من الطير ولذلك حتى بندم في العرب عند العرب وفي الحديث وفي القرآن وإنما القرآن نزل بنغاة العرب من لك يبغي تكلم عن الإنسان في جانب المحنة كي يشبه بالطير كما قال في أمره عز وجل لرسول الله واخفد جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وإنما النبي صلصم كان عنده جناح هذا تشبيه هذا استعارة لطيفة جميلة يعني قال له دير بحال الطير من اللي يحن على أولاده شوف الحمام من اللي يكون يطعم أولاده كيف الحمام يرخي جناحه على أولاده والفريخ يرخي جناحه وتحتموه أو تحتموه دلالة على الرحمة والعاطفة والحمام أو أي طير من اللي يكون حاضن عن الفراخ وكثير من الطير شاهدناه واجربناه وعيشناه في طفولتنا من اللي تجدل شيء إماما من اللي إماما هذا شيء كان في طفولة دينا كان نفزع من العش سبحان الله كيطير ولكن مع الأرض كيقدرش يطير عني هارب منه بيضو خيف على رأس ولكن بحلاء قلعت له لقلب دينا كيبقى غاديم مع الأرض محن إماما أو أي طير من الطير شيء عجيب جدا في العاطفة دينا كبد الطير وقلوب الطير من ألطف المخلوقات في العاطفة على الإطلاق جاب ربي عز وجل ألطف المخلوقات عاطفة في الواقع وفي الوعي الثقافي واللغوي دينا وبالمقابل جاب أقسع المخلوقات وأصلب المخلوقات في الظاهر قوة وجلدا صبر جبل من الطرف إلى الطرف من الألطف إلى الأقسع جباه صخور وشموخ علوم فكأن الخطاب يمضي إلى أن ذكر الله وذكر اسم الله كل شيء يبكي له من اللطيف إلى الصلب ولذلك لما نبغي نشبه كما كان نشبه الرحمة في بنادم بالطير من لي كان نبغي نشبه القاسة وديها القلب في بنادم نشبه بالحجر وبالجبل كما قال الله عز وجل في بني إسرائيل وإن من الحجارة لما يتشقق منه لنهار يعني فهي كالحجارة أوى شد قسوة يعني أشرب نشبه قلبهم بالحجارة لأنها فعلا الحجارة قاسية صلبة فلما نبغي نشبه القاسي يمشي عقلك الأحجر ولما تبغي تشبه اللطيف يمشي عقلك الطير فجاء الله عز وجل بهذين المتناقضين أنهما معا إذا استمع إلى الذكر أصيب بالخشوع والبكاء وترديد التسابيح والأذكار كما وقع لداود عليه السلام فالمقال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعر لقد وتي مزمارا من مزامير آل داود مشي زعم الزمارة طبعا هذا المعنى أن قراءته يخشع لها الطير وتخشع لها الجبال ويخشع له ما بين الطير والجبال من البحار والأشجار والأنهار إلى آخره مما تتصوره من الكائنات حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه من لكان يقرأ القرآن بالليل فرأى كالقناديل في السماء انتبه إلى ذلك من خلال حصانه كالربط الخيل صحب ناسه وبقفايق صار يقرأ القرآن الكريم شوية شف الخيل العود دياله ما بقى الشد بلاسته يجول يمشي ويجي حل بغي تفلت من الربط دياله فقال ما له هز رسول اسمه ويشوف كالقناديل حل القناديل ديال النور من دليا تقترب وتقترب فكأنه فزع طالع غادي غادي احتم شفحانه فعجب فذكر ذلك الغادات للنبي عليه الصلاة والسلام قال له نبسى الصلاة والسلام هذه الملائكة سمعت الذكر فلا نت تستمع إليك قال له لكون بقيتك تقرأ لبقيتك ذلك إلى الصبح هذه الملائكة صبح الله رضي شيء عجيب جدا القرآن الكريم سماعا وتسميعا واستماعا وإنصاطا له آثر عجيب في النفس وفي البدن وفي كل شيء من الآثار البدنية البدنية دي القرآن ما ذكر في الصلاة في صلاة الليل خاصة النبي صلى الله عليه وسلم وصا لمسلمين واحد لمرة قال لهم عليكم بصلاة الليل كيوصيهم بصلاة الليل فذكر من بين فوائدها أنها مطردة للإثم ودأب الصالحين قبلكم يعني العادة يا الأنبياء الصالحين الصدقين من قبل حتى قال عليه الصلاة والسلام ومطردة للدائع الجسدي مطردة على وزنه مفعلة يعني كتجري بقوة وبمبالغة كتجري على المرض قال من الجسد من البدن باش ما يجيكش للبال فقط راه يعني الصلاة كتعالج الجانب النفسي كتعالج الجانب النفسي وتعالج أيضا إن أذن الله الجانب المادي من الإنسان البدن وما في صلاة الليل إيش نوفيها فيها القرآن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ حزبه من القرآن قائما لله مصليا يعني شد صور طوال ويمشي الليل الكامل معه قارئا للقرآن الكريم حتى إذا ركع ركع تحت ظلال القرآن من بعدما كيعمر القلب دي الموم بالإيمان الذي استفاده من القرآن يركع كما يركع العرجون المتدلي ثقلا بالتمور يعني العرجون دي النخلة إلى عمر بالتمور كي يميل كي يحني كي يبقاش مهزوز بالسماء فكذلك المؤمن حينما يمتلئ قلبه بالإيمان قراءة للقرآن كي يحني يميل ينحني خاشعا خاضعا لله من السناب لتنحني بتواضعه والفارغات رؤوسهن شوامخ فيركعوا ويسجدوا وهو سائر إلى الله عز وجل محملا بأثقال عجيبة من سمار وفواكه القرآن الكريم قرأ اسمه هو يقرأ ويستمع لنفسه وينصت لنفسه وهو مشاهد ومجرب أيضا حينما تنصت لغيرك حينما تجلس في مجلس نسوة سمعت من بنادم مباشرة أو بآلة الله عز وجل يسر هذه الأمة وفي هذا الزمان طرق السماع للخير بشكل غريب ابن القيم رحمه الله ذكر واحد كلمة عجيبة في السماع قال لا يجتمع سماع القرآن في قلب وسماع الغناء إلا طارد أحدهم الآخر شيء عجيب جدا يعني واحد يتصنط للغناء النص ويتصنط القرآن النص غادي تقالوا معركة في قلب وهو مشاهد ومجرب كتقالوا المعركة في قلب قرآن كي يجبد والغناء كي يجبد لما لأن هدك سماع وهدك سماع هدك من السماء عنوي وهدك من الأرض سوفلي فلا يلتقي الشعر مجرد الشعر لهو كلامه حسن إن كان حسن ومباع الشعر حينما نزل القرآن معروف هذا في سريح الأدب العربي خافت الشعر عند العربي ضعاف ضعاف عند المسلمين وعند غير المسلمين وهذه الظاهرة لما يدرسوها لأنها قد للأدب العربي يدرسوه كييقلوا غير الشعر في الإسلام يعني الشعر في زمان ذي نبي صلى الله عليه وسلم حسن بن ثابيت خنساء عبد الله بن رواحة وكعب وعلي شعراء الذين كانوا معروفين في زمان نبي صلى الله عليه وسلم وكعب بن زهير وهلو مجرى يقولوا كأنها ظاهرة أخرى حصافية لن تدرسها غير جبنها بالمثال ولكننا نستفيد منها إيمانيا حتى الشعر الكفار لما سلموش اضعاف هذه المرحلة لم يستمر الدفع الذي كان لدى الشعراء العرب في الجاهلية الأولى من أمثال أصحاب المعلقات يكبقوا الكفار في زمان نبيز وصل لماذا لم يظهروا قصائد عالية بحال كما كان عند مرئي القيص وحال يزميح الليزا وعن تعربني شداد وهل مجرى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعيد زمانه ممن لم يكن قد أسلم بعد القرآن قضاع الجمع قضاع الشاعرية دي المسلمين وقضاع الشاعرية دي الكفار احتهم العلو دي القرآن أخرص الشياطين في الأرض وأخرص الرغبة البشرية العادية المشي الشيطانية في قول الشاعر إلا قليلا قليلا ولبيد رضي الله عنه الشاعر الجاهلي المسلم مخضرم كان في الزاهلية واسلم لما اسلم الراسه دوز الواحد المدى فناظر أن لا يقول شعره هو ما بقاش بغي يعود يقول الشعر علاش؟ عمر له القرآن قلبه اجتمع القرآن والشعر في قلبه فطارد القرآن والشعر ما بقاش قبله ولا حمله يقول اسمعه فما بالك بالمزامير الشيطانية وما بالك بالغناء الصاقط الفاحشي الذي ماء الأسواق والأسماع في هذا الزمان المؤمن اللي اسكن القرآن قلبه لما يدوز على ملكاسة ويبعدك لوسخ بياله يحضره قول الله عز وجل وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه أعرضوا عنه سمعوا حال اشتكت يحجفوا اذنك ما يمكنش الدفع ولكن تم انت العاطفة الدينية ديلك تدفعوا عنك ذلك البلاء وأيضا وإذا مروا باللغو مروا كراما من امتلأ قلبه بحب القرآن لا يملأ قلبه بعد ذلك نغم ولا نتكلم بالمعنى الجمالي إلا القرآن أجرب اسمع الأصوات الجميلة في القرآن اسمع الأداء الرفيع دي القرآن والله ثم والله ما بقيش يعمر وإذنك شيء مغني في الأرض إطلاقا إذ كنت ذا ذوق سليم فأنا نتكلم بالمعنى الفني الآن برأي تكلمه شيء عجيب جدا حينما تنطلق الآيات الربانية من صوت المقرئ الذي زين الله صوته والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح زينوا القرآن بأصواتكم عليه الصلاة والسلام الله أكبر فقول النبي عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم وقوله أيضا تغنوا بالقرآن فإنه من لم يتغنى بالقرآن فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام تزين الصوت وتزين القرآن بتزين الصوت وكذلك التغني بالقرآن كل ذلك يدل على هذا المعنى اللطيف الذي يقع في النفس إذ تتأثر بالسماع سماع القرآن الكريم إن القرآن كلما كان مجودا أخرجت الحروف من مخارجها وكلما كان مرتلا بمطابقة الأصوات لحروفها كلما كان ذلك أوقع في النفس الإنساني وكلما كان ذلك أعمق في الدلالة على أمر الله في الكون وفي النفس وفي المجتمع وكلما كان ذلك أيضا أعظم آثرا في إتاحة القدرة والإمكان للإنسان في التدبر تدبر القرآن الكريم وكثير من الآيات سبحان الله تقرأها أنت الرسك ما تجيب لها أخبر وحينما تسمعها من مرتل حسن الصوت أو مجود دقيق الذوق كأن عوالم من الكون ترتسم في دماغك وذهنك وترتبط بقلبك ارتباط مجال يعني بحل الله يولت عندك مجال للعبادة تعبد الله من خلاله وعمرك سبحان الله ما تنساها تبقى عيش بها أبدا حتى تلقى الله عز وجل من هنائذ واجب أن نحرس على انتقاء الأصوات اللطيفة الحسنة لسماع القرآن الكريم والإنصات إليه أرى واحد نعمة كبيرة أن الإنسان تكون عنده أذواق الدوق بها كلام الله سبحانه وتعالى فذلك من منشطات السير لأن السابقين تحدثوا عن منزلة السماء من حيث هي تفيد المؤمنة وتنشطه في سيره إلى الله عز وجل كتقل عليك الملال لاجتماعي والنفسي اللي يصيب الإنسان أحيانا ويتقل عليه العبادة حينما تسمع مثل هذا تنشط مرة أخرى للعبادة وتتوقد عاطفتك من بعد فترة ومن بعد فتور خاتمة الكلام عن هذه المنزلة أنها صيفة سمع يمكن أن تكتسب بالدربة وبالمتابعة وبالإصرار لأن المحبة يصر على التقرب من المحبوب وغادي تكتشف بإذن الله لأننا مسألة أخصار اكتشاف تكتشف جمال القرآن فإذا اكتشفت جمال القرآن أحببته وإذا أحببته لن تستطيع مفارقته إلى يوم القيامة وإذن تكون من الذين استفادوا من بركة القرآن في الدنيا وبركته في الآخرة قبل ختام مجلسنا هذا أقرأوا سؤالاً لأحد الإخوة تعلق بما يسمه الفقهاء ببيوع الآجال واحد كيسول على السلعة هذا كتير كيوقع كيشريها بتمن إذا خلص اخترى وحدة ويشريها بتمن زيد إذا خلص بالتقصيط هذا إن لم تكن فيه واسطة السلف يعني باللغة أخرى إذا ما دخلش فيها البنك جائز ما فيه تشموش كي ولكن تجارة اللي كتمشي لبعض الحوانت اللي ديرين عقدة مع الأبناك وكتشري انت بالطريقة دير واسطة كتعمر ورقة دير البنك فذلك هو الرباء عينوه لأنه ما يوقع في هذا الحال يوقع أنه نعطيه مثال كتنشي تشري تلاجة تلحانوت اللي عنده علاقة مع البنك نقوله شيء اسميات باش ما نحرجو نفسنا ما نحرجو التواحد اسميات يعني دير الشركة كيكون حانوت عنده علاقة مع البنك كتشري عنده تلاجة كيعطيك تعمر لوريقة دير البنك هذه تلاجة مثلا نفرضه هي في السوق تسوى 5000 درام انتك توقع على أنك شريتها ب7000 درام ولكن الواقع ما نوقع الواقع هو أن بالنسبة للملحانوت لم تخدد 7000 درام تخددها غير 5000 درام أعطيتها البنك تعطيها البنك 5000 درام وانتكت تبعك ب7000 درام ما هو النتيجة؟ النتيجة هي أن البنك سلفاتك 5000 درام أعطيتها انت الملحانوت وانتك لم أعطيتها مقبط وقالت لك رد لي 7000 درام أعطيتها 5000 درام وقالت لك رد لي 7000 درام هاريبا هو هذا أما إذا لم تكن الواقع الواقع من نتكلمون الحانوت قال لك يا ودي إلا تخلصني فوق الطبل حط لي 5000 درام ستخلصني بالشهر على 6 شهور إلى 7 شهور ستعطي لي 7000 درام هذا بيعون جائز لا يوجد أيضا ومختلف عن الآخر ما هو وجه الخلاف را خلاف دقيق هل موحد يبلهم تشابههم هكذا وقعوا الكفار ذلك بأنهم قالوا إنما البيعون مثل الربا هذه بحال هذه نوقع لهم المشكلة فرق كبير وأحلى الله البيع وأحرم الربا يقولوا علماء أصول فيقه يقولوا هذه وأحلى الله والبيع وأحرم الربا هي دالة على نفي التشبيه والتشابه بين البيع والربا لأنه البيع عمل قصد به المشاحة يعني اشتار بودو المكارمة من لك يأتي شيء يقول لك سلفني واش واجب عليك ماشي واجب تعطيه لله خمس ألاف درهم ولا مليون الفرنك تعبد بها الله تعالى وثابت في الحادث الصحيح أن الذي يسلف شيدين أو قرب فله نصفه أجر تصدق أو كمن تصدق بنصفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا سلفت لشيء واحد مليون كأنك تصدقت بخمس ألاف درهم صدقاء كاملة مع أن أوراك يعطيها مليون بش يرط لك مليون ديالك وغادي يرط لك مليون ديالك فلك أجر صدقاتي نصف القرض إذن إذا كان هذا عبادة وهو كذلك يعني الله تعالى لما تكلم عن الدين تكلم عليه في صياق العبادة وإن كان ذو عسرتين فنظيرتون إلى ميصورة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلموا في تصدقوا كل كل القرض الدين اللي تذكر في هذا المجال هذا تذكر في صياق الفقراء والتصدق صياق كله ديال الآيات هو صياق ديال فعل الخير والتصدق شاهدوا عندنا أنه إلى أن تكدر واحد الخير كتصدق به يوم ما عندكش الحق لعبادة تردى تجارة كتحول قصد الشارع بحالة لا تعرفوا بحالة بحال شي واحد لا صام شي نهار فرمضان ولا تطوع وشال شي واحد قال له وخلصني ما يمكنش وانت صمت لله فسلفتوا سلفتوا لله لماذا تقول له وخلصني ما تسلفوا ما يقول له وشب عليك قدرت هالي الله خليها لله أما البيع ما كان بيع شاي بصدقة كان بيع بشير ربح ستشد لي السلعة ديالي تلت شهور شد لي رأس المال وانا الفلوس خصفهم يدخلوه بش نجيب سلعة جديدة عندي الحق نزيد علي ونزيد عليك تم وكان قطعوه وشريات تم وشريتها بس شهور ولا تخلص فقطبنا بش لا غادي نعرف بأن نرسل من غادي يمشي لي ممسلك نبيع لك بخمسة ألف دولار نبيع لك بسبعة ألف دولار وهذا أجمع الفقه وعلى جوازي ما في حتى مشكلة غير ما يدخلش فيه السلف لأن السلف عبادة عبادة والعبادة لا تحول إلى عادة بينما التجارة ماشي عبادة محضر هو عادة من العادات فالعادات يحكم عليها بأحكام العادات والعبادات يحكم عليها بأحكام العبادات ومن قصد تحويل العبادة العادة فقد حارب الله عز وجل وهذا هو المعنى بشكل مختصر لأنك يش رقص باش نفسلوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته